ويضا كان هناك اتصال بين اسماعيل هنية وقيادة الجبهة الشعبية لتحقيق فلسطين كذلك كل ما تم الحديث عنه ويتم الحديث عنه التشاور والتأكيد على النقاط التي تم التوافق عليها ولكن فلسطينيا هناك تغيير ربما في مصطلح هدى متتالية إنسانيا مع صفقة وصولا إلى وقف إطلاق النار وهذا على خلاف ما كنا نتابعه من تصريحات أولا وقف شامل لإطلاق النار هل هذا التغير في مصلحة المقاومة والفصائل الفلسطينية في غزة؟ عمليا دعني أقول التالي أن حماس منذ أن انهارت الهدن الإنساني السابق في 1 ديسمبر من العام الماضي قبل تقريبا شهرين وهي تقول أنه لا هدى إنسانية ولن نقبل بأي وقف إطلاق نار ما لم يكن هذا يعني وقف إطلاق نار نهائي وشامل وانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خارج حدود قطاع غزة ولذلك الأمور تراوح مكانها على مدار أكثر من شهرين الآن إسرائيل من ناحيتها كذلك تقول أنه ستسعى إلى ما يسمين التنياه الانسحاب الانتصار الحاسم ولن يكون هناك انسحاب من غزة ويتحدث أنه كذلك لن يطلق أسرى فلسطينيين سيكونوا تهديد للأمن الإسرائيلي ولكن أنت تتحدث عن طرفين طرف الإسرائيلي طرف الفلسطيني طرف المقاومة كله خطوط حمراء كله شروطه ولكن هنا يأتي دور الوسطاء لتقليص الفجوة والبحث عن حل وسط أو حل يرضي الطرفين أنا أتفق معك أنه حماس كانت تقول أنه وقف إطلاق نار نهائي وشامل ولكن يبدو أن حماس وافقت من حيث المبدأ على فكرة هدن إنسانية لمدة 35 يوم أو 40 يوم بمعنى معادلة أنه لكل محتجز إسرائيلي يوم من الهدن على أمل أنه خلال هذه الفترة 35 أو 40 يوم يتم إقناع إسرائيل من خلال الوسطاء بوقف الحرب نهائيا والانسحاب إلى خارج حدود قطاع غزة ولذلك اليمين المتطرف في إسرائيل يخشى من أنه وقف الحرب الآن حتى تحت بند هدن إنسانية سيؤدي إلى وقف الحرب بدون طبعا بدون تحقيق الأهداف الإسرائيلية وهي القضاء على حماس وتفكيك قدرات حماس العسكرية والبقاء في غزة لفترة طويلة